المعارضون يملؤون الشوارع في طهران وفجأة تنطلق رصاصات من فوق أحد الأسطح أحد الأشخاص المجهولين فتح النار على الحشد هؤلاء هم قوات الباسيج الميليشيا الحكومية شبه العسكرية أو ما يعرف بقوات التعبئة الشعبية خط الدفاع الأول عن نظام الرئيس محمود أحمد نجاد حصلنا على لقطات نادرة لأفراد الباسيج أثناء تلقيهم التدريبات أو التلقينات كما قد يصفها معارضهم استلهاما من الحرب العراقية الإيرانية نشأوا على خدمة غير مشروطة لله والنظام ويسعون للظهور بشكل مثالي على نحو ملحوظ هدفنا هو تحويل العالم بأسره إلى الروحانية العظيمة نريد أن نغير العالم ننقذ العالم والناس أجمعين من الطغيان إنقاذ العالم من الطغيان أم مواجهة المتظاهرين عضو سابق في قوات الباسيج قال لي إن زميله الأكبر سناً كان يدربه على إطاعة الأوامر دون منقشة لا حاجة لإخبارهم ماذا عليهم أن يفعلوا عندما يعطون مسدسات وأسلحة إن الأمر يشبه إطلاق مجموعة من الذئاب على قطيع من الخرفان إبراهيم عرض علي موقعاً إلكترونياً خصصاً للتواصل بين عناصر الباسيج السابقين بعضهم كما يقول اتصل به نادماً على مفعل كما أبضل بعض الآخر شكوكاً حول إيمانه بالأهداف التي أكلت إليها بعضهم تحرر من الوهم لا يمكنني تحديد عددهم لكنني على يقين من أن العديد منهم ليس سعيداً بما يحدث الآن أما الآخرون فإنهم يدعمون الثورة الإسلامية بالسلاح وقمع المتظاهرين استمعت للعديد من أفراد الباسيج وبالأخص من قياداتهم عندما يعودون إلى منازلهم يسألهم أبناؤهم وزوجاتهم لماذا تقتلون المواطنين لكن هناك من الباسيج من يؤمن بدون أدنى شك بما يفعل أنشئت هذه الميليشيا بأمر من الخمين عام 79 وأدانها كالروبي وموسوي المرشحان الخاسران في الانتخابات الأخيرة بارتكاب العديد من المخالفات هذا العام وبين العامين تاريخ يختلف عليه الكثيرون